السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتنا قناة بنوراما وفيديو جديد معنا يا ريت قبل اي شي تشتركوا معنا في القناة لما اشتركش وتضغطوا على زر الجرس عشان اشعارات توصل لكم وتعملوا اجاب للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد منكم من المتابعين النهاردة ان شاء الله هنتكلم معكم في اسعار الخشب زي ما وعدناكم ان احنا هنتكلم في اسعار الخشب وده مش عيب ابدا ان احنا نتكلم في اسعار لان احايفش حاجة مدارية يعني فانت لما يكون انت مثلا عايز تعمل شغل بسيط وانت مثلا عندك ابنك بيتجاوز او كده وطبعا في الظروف الاقتصادية الموجودة مفيش مثلا الناس ظروفها تعبانة مثلا فانت ازاي توفر وتعمل شغل كويس وبسعر قليل من غير ما اتضحك عليك اول شي ما ينفعش تلعب في الخشب يعني انا بعمل شغل مثلا قرط نوم زي الاطفال اللي معادي دينات ما ينفعش العب في خشبها اعمل الخشب كويس مصنع الابلكاش مصنع 14 او المصنع البديلة مثلا اتناشر او اتنين او سبعة في مصنع كويسة بديلة طبعا نجارين عارفين الكلام دي الخشب مثلا او مش انسلطة او فنلندي ممكن روسي الروسي مثلا ممكن خامس او رابع ماشي او السادس ماشي لكن ما ينفعش العب في الخشب عامل الخشب الصيني او قبل كالصيني او فيبر وكلام ده كله ما ينفعش لان مش هيعمر معكس انا بالزبط لكن انت ممكن توفر في حاجات تانية بقى من غير ما اتأثر على جودة الشغل زي ايه الديهان مثلا الديهان انا بدي المدهن ديكو زجاجي اللي هو معظم الناس بتدهنه الوقت ده الديكو الزجاجي ده غالي جدا طبعا هو ليوم ميزات مع حد الشينكر الكلام ده انه الوان ما بتغيرش لمعته عالية خدمته عالية لانا ممكن اعمل ديكو عادي ممكن مثلا معظم الشغل نهضة بالدهن بني محروق انا ممكن اعمل اسطر بلاش ديكو عادي او ديكو زجاجي ممكن اعمل لك ايه فدي مجالات توفر معي من غير ما اتأثر على الخشب اجي مثلا في قرص الكوميديات بدل ما اعملها رخام جالكسي او رخام غالي اعملها ازاز والازاز شيد جدا مش عيب طول عمر الناس بتعمله تمام فدي مجالات توفر معي يعني الديهان النهاردة ممكن يوفر لك بس بان دي حواله الفين جنيه او الفين ونص لو انت اشترلت مثلا من ديكو زجاجي للسطر او اقول مثلا لك ايه فده مجال مثلا الازاز هيوفر معاك طبعا انت اكيدا ما جيتش نحية الخشب خالص اجي اختار اوضة كلاسيك بسيطة يعني ما اختارش فاة فورم كتير عشان توفرلي الاقيمة توفرلي في المصنعين مع النجار وتوفرلي كالقيمة يعني سعر الاوضة مثلا اللي فاة قيمة مزاي الاوضة الكلاسيك فده توفرلي انا كده ما جيتش خالص نحية التشطيب ولا نحية الخشب لانا كل توفيري من الدهان ومن الازاز ومن فورم الاوضة متينة معايا وخشبها متين بس الفنش بتاعها بسطتو شوين لاني مع الوقت اصلا انت كده 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 سواء ديكو او كده انت كده بتعتاد على الشغل والشغل بالنسبة لك معتاد طبعا انت لو معاك امكانيات تشطب اديكو اللي هيقول عليه اديكو الزجاجي والشغل اللي هيقول عليه طبعا انا بنتكلم في لو انت مش قادر تشطب تشطيب علي انيجي بعد كده لانيش انيش مثلا تقلل في الازاز الفاف الازاز ديتم اعملهاش 10 مل او 12 مل او 8 مل كفاهة او 6 مل واعملهاش هيال في النص مثلا كويس او مفيش مشكلة يعني ازاز الرفاف ده انا اعمله شيال كمان ممكن الغي الازاز بتاع الرفاف ده خالص اعمله خشب ويتعمل حرفه يتلزق ازاز بس كده وخلاص هيبان معايا وكده كده انت بتحط مفرش ما بيبانش تمام اقلل في الازاز طبعا نفس القصة في الدهان وفي التشطيب اجي بعد كده على الركنة الركنة انا بدل ما اعملها مثلا اسفينج مثلا 13 او 14 وكسافة عالية اوي لا انا ممكن اشتغل في كسافة وسط مش لازم اربعين طبعا هيال اربعين اعلى حاجة وانضف حاجة ويقولكش اشتغل في الوحش لا انا بقولك لو انت عايز تلم الدور قلت اعمل كسافة مثلا 30 كويس 25 كويس ما تجيبش 12 ما تجيبش كسافة 14 ما تجيبش كسافة 18 او 20 انا بدل ما اعمل المرتبة اللي شلت الاسفينج 13 و15 سنتي انا ممكن اعملها عشرة اجيب كسافة كويسة وعملها عشرة ايه الفايدة ان انا اجيب مرتبة كبيرة وكسافتها تعبانا تنزل معاي لا انا عشان اوفر ممكن اجيب مثلا مرتبة 10 او 11 وكسافة كويسة القماش مثلا اجيب القماش اللي هو الشانيليا اللي هو المصر القطن بتاع زمان او الحاجات اللي هي كويسة المحملة بتعيش معاي لو انا عايز اوفر ايه تيجي بعد كده مثلا عندك بان دي برضو تاني انا مش لازم اعمل اتنين بوصة في الخشب ومش لقم طبعا ما ننفعش اعمله بوصة او 3 ربع زي ما الناس بتعمل لقى اعمل في المعقول البوصة هو نص كويسة بس لكن اهم شيء في رقنا القاعدة اللي احنا بنقعد عليها ديا لازم تكون لازم تكون كونتر عشان طبعا لو ولد اتنطت او لعب بعد كده او الاطفال ما يكسرش فده انت عندك كده انت ممكن توفر في البند ده كله حوالي 5000 جنيه في الدهان وفي الازاز وفي الحاجات ده كله طبعا احنا هنعمل فيديو تاني ان شاء الله عشان بس الفيديو مبقاش طويل عليكم ومبقاش طويل عليكم وتذهبوا من انا هنعمل فيديو تاني بالتفصيل المملء سعر القضاء النهاردة كام وسعر هنش كام بتراوح من كام طبعا متوسط سعر القضاء النهاردة 20 الف يعني تقريبا فوق وتحت حسب اللوار يعني وطبعا ده ما فيش فعب ان فيه ناس في نجارين كتير ما بترضاش تتكلم في اسعار لقد ده مش عيب والناس لازم تعارفهم وفيش حاجة النهاردة مدريع ان شاء الله هنعمل فيديو كامل بعد كده عن الاسعار بالتفصيل سعر قضاء النهار ايه